يوم سياسي يتولى فيه رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد الشيخ الغزواني رئاسة البلاد لمأمورية ذانية حسمت في الشوط الأول للسباق الرئاسي في 29 يونيو الماضي فوز سياسي يحمل العديد من آمال وطموحات الشعب الموريتاني وتطلعاته إلى تحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية فهنا في ولاية واقشوط الشمالية عبر المواطنون عن رغبتهم في تنمية شاملة خلال السنوات الخمس القادمة أولا وقبل كل شيء يمبركوا للشعب الموريتاني على هذه المؤمورية الجديدة ومبركوا للسيد الجمهورية عليها وطالبين من مولانا ومنو وعلنوا لتعهدنا به عدله كامل خاصة للي متعلق منه بالنساء والشباب نختاروه أولا وقبل كل شيء نحن هاو الأرامل اللي فاتنا كفرنا في المؤمورية الماضية بكلام على أنه يعدلها نروائي ملموس على أرض الواقع ونختاروه اللي عندنا من الشباب مولي كامل عاطين العمل لأنه يشاقلون وراجعين عند مولانا وراجعين عند رئيس الجمهوري أنه في المؤمورية الجديدة يطر لنا حال حاليات نحن هذو الشباب فاصلين في العمل وفاصلين في الدعم وفاصلين في ياسر ماشي وراجعين يقدمنا الشيء ويعرف أنه الشيء تعابنا حقيقة قلت العمل وفي الظروف الحالية ويعرف شمالي للشباب كاملين بسم الشباب عامة نحن وجه الرئيس الجمهورية بعلنه للي قالنا في هاي مؤمورية هاي للشباب عنه يحاقون دور أولينا نحن الشباب دوروا يفتحنا مشاريع اللي نقدوا حقيقة نتشو نحن منها أمورنا آمال وتطلعات تشرئب نحوها الأنظار خلال الفترة القادمة بعد تنصيب رئيس الجمهورية اليوم خاصة فيئة الشباب التي كانت محور تركيز خطاب رئيس الجمهورية وضمن برنامجه الانتخابي